السوق المالي السوق المالي السوق المالي فهي الأسواق اللي بيتم فيها إصدار وبيع الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية ولو الورق المالية تم التعامل عليها من قبل فبسميه سوق سانوي وهي الأسواق اللي بيتم فيها التعامل على الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل والمثل الصريح والواضح البورصة بتاعتنا سوق سانوي طيب تاني تصنيفه سوق أسواق القروض وأسواق الأوراق المالية قال لك من حيث التعامل المباشر بين المقرض والمقترض أو بين المشتري والبائع فأسواق القروض بيتم الحصول على الأموال من خلال المفاوضات المباشرة بين المقرض والمقترض وجها الوج يعني فيه علاقة شخصية بينهم زي مثلا كده شركة رايحة تاخد قرد من البنك فمدير الشركة بيعود مع المدير اللي في البنك عشان ياخد بينه قرد أو انت رايح تشتري سلعة معمرة ده اسمه الاقتمان لاستهلاك المقدم لشراء سلعة معمرة طيب النوع الثاني أسواق الأوراق المالية هنا لا توجد علاقة مباشرة بين المشتري والبايع فدايما هناك وسيط والوسيط ده احنا بنسميه سمصار الأوراق المالي لو بيتم التعامل على سندات على أدوات قرد فبسميه سوق الأدوات الديون لو بيتم التعامل على أسهم عادية اللي هي جزء من رأس المال من حق الملكية بسميه سوق الأدوات الملكية التصنيفة الثالثة وديه التصنيفة الرئيسية بتاعتنا بنصنفها الأسواق النقود وأسواق رأس المال وديه من حيث أجال التعامل لو بيتم التعامل على أوراق مالية قصيرة الأجل بسميه سوق النقد لو بيتم التعامل على أوراق مالية طويلة الأجل بسمي سوق رأس المال طب نيجي للنقطة الثالثة السؤال الثالث يعني أول سؤال قلت لك يعني إيه أو ما هي وظيفة السوق المال ثاني سؤال إيه هي تصنيفات الأسواق المالية طب السؤال الثالث قال لك ما هي الأدوات المالية محل التعامل في سوق النقد الأوراق المالية بلي يتم فيها التعامل في سوق النقد والأوراق المالية بلي يتم فيها التعامل في سوق النقد أربعة أول حاجة أزون الخزانة وهي سقق بتصدر الحكومة بمقتضاء بيحصل حامل على العائد ثابت في تاريخ محد وبتصدر هذه الأزون بتوريخ استحقاق أقصىها سنة الأكثر شيوعا 91-182 يوم 365 يوم هذه الأزون لا تصدر بقيمتها الإسمية ولكن تباع بخصم يعني إيه بيتم تحديد سعر الفيد عليها الطريقة معينة كذا بالقانون اللي هنقوله دلوقتي يعني ما بتشتريهاش زي السند بإيه قيمة إسمية وتقعد عليها فايدة ثابتة لا أنت بتشتريها بخصم من قيمتها الإسمية يعني لو قيمتها الإسمية ألف جنيه هاشتريها أنا بتسعمائية طب بحث بسعر الفايدة عليها إزاي قال لك عبارة عن القيمة الإسمية نقص القيمة البايعية على القيمة الإسمية في 360 يوم على فترة الاستحقاق في 100 يعني لو مثلا هناك أزون خزانة استحقاقها 180 يوم وقيمتها الإسمية 100 جنيه وكان أقصى سعر تم التوصل إليه 94 جنيه قال لك يبقى سعر الفايدة عليها عبارة عن إيه قال لي عبارة عن المية نقصها 94 على 100 في 360 على 180 طلعا 11 و 61 من 100 في المية بتعتبر أزون الخزانة دي مجال استثمار ممتاز ومؤقت للأموال ممتاز وإيه ومؤقت يعني عشان قصرة الأجل يعني بس مجال استثمار ممتاز لإيه قال لك لأنها تعتبر استثمار خالي من الخطر لأنها مضمونة من الحكوم ودائما لها سوق ثانوي مستمر لو عايز تبيحها في أي وقت هتبيحها وكمان لما تيجي تبيحها لا توجد مخاطر لإنخفاض قرض قمتها ما بتنزيلش طب تاني حاجة قال لك تاني حاجة الأوراق التجارية الـ والأوراق التجارية دي إحنا قلنا أزون الخزانة بتصدرها الحكومة طب الأوراق التجارية دي قال لك بتصدرها الشركات وهي ببساطة وعد غير مؤكد بالدفع بتصدره الشركات المعروفة جيدا والتي لها سمع تمانية عالية والمقرضون بيشتروا تاريخ استحققها بتتراوح من أيام قريلة لـ 270 يوم إحنا قلنا الأربع أنواع بتوع الأدوات المالية محل التعامل في صدق النقد أقصاهم سنة تاريخ استحققهم لا يزيد عن سنة طب الأوراق التجارية دي بتقولي ترجمة نانسي قنقر